هؤلاء طلاب مدرسة الإمام الناصر سرحوا اليوم اتربوا وكانت التداريب عالية جدا تواصلا لأعمالها الإجرامية وتعويضا عن خسائرها في جبهات القتال تواصل ميليشيات الحوثية الإرهابية ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها بحق الطفولة في اليمن بتجنيد مزيد من الأطفال والمغرر بهم من يعاني أهاليهم من أزمات اقتصادية وظروف معيشية سيئة الميليشيات تعتمد على التهديد والوعيد في رفض جبهاتها بمزيد من المغرر بهم من خلال تهديد مشرفيها لعقال الحارات الرافضين أو من تصفهم بالعاجزين عن التجنيد بخطف أبنائهم إذا لم يتم تنفيذ مطالب قيادة الميليشيات المتعلقة بإيجاد أفراد للتجنيد وإلزام الأسر الرافضة بتجنيد أبنائها دفع خمسين ألف ريال لتجهيز ضاحية أخرى مصادر مطلعة أكدت أن حمود عباد المعين من قبل الميليشيات أمينا للعاصمة صنعا وزع أرقاما عسكرية على عقال الحارات لتجنيد الأطفال والشباب بزعم أنهم سيتولون حراسة الأحياء فيما يتم نقلهم بعد ذلك إلى مراكز التدريب والزج بهم في جبهات القتال وغالبا لا يعودون إلا جثثا هامدة دهاقنة الميليشيات واصل دعوتها الشيطانية إلى التجنيد واستخدام منابر المساجد وسيلة للتحريض واستقطاب المزيد من المغرر بهم خصوصا الأطفال تحت دعوة حماية الدين ووجوب مقاتلة من يخالف الميليشيات الرأي كلها دعوات تستخدمها ميليشيات الحوثية الإرهابية لتمويل حربها العبثية ضد اليمنيين في ظل عزوف من أبناء القبائل عن الانضمام إلى صفوفها عشرات الأطفال يقعون في قبضة رجال المقاومة والقوات الحكومية ليتموا إعادة تأهيلهم وتسليمهم لأهاليهم لممارسة حياتهم الطبيعية كأقرانهم من الأطفال في الوقت الذي لا تزال الميليشيات تدفع بمزيد من الأطفال إلى محارق الموت وتعريضهم للهلاك أطفال اليمن ضحايا الميليشيات الكهنوتية حيث باتت تستخدمهم قرابين لإطالة أمد حربها العبثية التي أشعلتها ضد اليمنيين من خلال التجنيد الإجباري الذي تنتهجه منذ ظهورها إلى أن بسطت نفوذها بقوة السلاح وانتشرت بعناصرها الإجرامية في المدن وأحالت حياة اليمنيين إلى جحيم